اشتركوا في القناة يعني دايما نتعلم نتعلم من اكبر مننا وممكن نتعلم كمان من اصغر مننا نتعلم عامة بصفة عامة يبقى عندنا روح التلمزة عندنا احساس ان احنا محتاجين دايما ناخد خبرة من اي حد حولينا فده احساس جميل اوه هو ده اللي بيخلي الانسان في الاخر يبقى حكيم ياخد الحكمة الالهية بتعطى المين للناس اللي هي فعلا بسيطة كده والناس اللي بتدور على انها تعرف صح عشان كده ربنا يسوع المسيح له المجد في انجيل لقى صحاشر قال اشكرك يا ابتاه اشكرك لانك خفيت هدية عن الحكماء والفهماء وعلى انتهى للاطفال الصغار هما دول بقى الاطفال الصغار هما اللي بياخدوا الحكمة الالهية اللي هما دايما بيبصوا ربنا وحكمة ربنا ودائما شايفين نفسهم ان هما ما يعرفوش حاجة محتاجين دائما ربنا ارشدهم وكمان بيتعلموا من خبرات كل الناس اللي حواليهم الواحد بيستغرب اوقات ان فيه ناس بتتكلم في اي حاجة يعني حتى لو همش متخصص حتى لو همش دارس الموضوع حتى هم عندوش خبرة مجرد سامع من واحد او اتنين بيقول رأيه بسرعة يبقى قعدة فيها ناس وفيها ده كثرة عادين وتلاقي حد ما عندوش يعني اي خبرة طبية ويتكلم على ادوية وعلاج وحاجات زي كده طبعا دي حاجة خطيرة ان احنا ممكن نتكلم في اي حاجة وخلاص لكن باخت الانسان اللي بيتعلم كل يوم بياخد خبرة كل يوم كان فيه قول جميل زمان بيقول تعلم قولة لا ادري يعني اتعلم انك تقول انا ما عرفش تعلم قول لا ادري ان قلت لا ادري علموك حتى تدري يعني لو قلت ان انا ما عرفش هيفضلوا يعلموا فيها لحد ما عرف وان قلت ادري يعني دايما افتي في اي حاجة وقول في أي حاجة عرفه ما عرفهاش وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري هيفضل الناس بقى هيسأله لحد ما الواحد هيلاقي نفسه مش فاهم حاجة أو مش عارب حاجة خالص عشان كده دايما ربنا كان يقول لنا من له إذنان للسامع فليسمع يبخت الإنسان اللي ليه ودن مختونة أو دايما مقدسة ومستنية دايما خبرة الآخرين الحكمة الإلهية اللي من فوق من خلال رجال الله وأولاد الله من خلال الخبرة الروحية فالإنسان يبقى عنده استعداد دايما إنه يتلمز زي ما شفنا مثلا مريم اللي جالست عند قدمي رب يسوع وبعدين قال إنها اختارت النصيب الصالح لأنها إيه كانت جالسة تسمع كلامه فمش مرتبكة بحاجات كتير إنها تعمل حاجات مجرد إنها تقعد عند رجال المسيح فدي بتاخد النعمة كلها والحكمة الإلهية كلها حتى وإحنا في صلاتنا كل يوم وقرتنا كتاب المقدس محتاجين نهدى شوية نصلي بالراحة نقرأ الإنجيل بالراحة عشان نسمع أكتر ما نتكلم في الصلاة أكتر ما نقرأ في الإنجيل لأن ربنا بيتكلم في الصلاة وبيتكلم في الإنجيل بس مين بقى اللي بيقرأ وهو بيسمع ومين اللي بيصلي ويتكلم وهو بيسمع هو ده الإنسان اللي بياخد كتير من ربنا إن أحببت إن أحببت لو أنت عاوز فعلا تتعلم إن تسمع إن أنصت يبقى أنت فعلا إنسان تصير إيه تصير حكيما نشوف قصة شهيرة في تاريخ الكنيسة الأنبان طونيس كان بيكلم في أمور الروحية مع الأباء الرهبان وبعدين سألهم فكتير جواب إجابات كتير أوي سأل واحد الأنبى يوسف قال له رأيك قال له لا أعرف قال له الأنبان طونيس قال له كلمة جميلة أوي قال له بالحقيقة قد وجدت الطريق عندما قلت لا أعرف يعني فيه الإنسان اللي هو بيقول لا أعرف ده هو الإنسان اللي بيسعى فعلا أن يعرف من خلال اللي حوليه بيسعى دايما الحكمة الإلهية في رجال الله عنده الحكمة والنعمة آية جميلة أوي في سفر يا شوع بن صراخ صح 6 آية 34 لإلهنا كل مجد وكرم الأب دائمين